الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ليس أول أمين عام للحزب تغتاله إسرائيل فمنذ تأسيسه عام 1982 انتخبت قيادة حزب الله ثلاثة أمناء عمين له وهم من رجال الدين الشيعة المعممين يعتمر أولهم الشيخ الصبح التفيلي العمامة البيضاء التي يضعها المشايخ بينما يضع الآخران وهما عباس الموسى وحسن نصر الله العمامة السوداء التي يعتمرها من يحملون لقب السيد الأمين العام الأول لحزب الله كان الشيخ صبح التفيلي شغل المنصب لعامين ما بين 1989 و 1991 هو من البقاع تحديدا منطقة بريتيل تولى القيادة في ظل الحرب اللبنانية واتسمت مرحلته بالخلافات الداخلية بين الحزبين الشيعيين حركة أمل وحزب الله مع بداية الاشتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 شارك مع الحرس الثوري ومجموعة من قيادات العمل الإسلامي والميداني في تأسيس حزب الله اللبناني نشق عن الحزب في عام 1997 حين أطلق ثورة الجياع في البقاع وبات مطلوبا للقضاء اللبناني بعد اشتباكات بين أنصاره والجيش اللبناني وبقي بعيدا عن حزب الله وعرف بانتقاده مشاركة الحزب في معارك سوريا بعد طفيلين تخب عباس المسوي ثاني أمناء حزب الله العامين عام 1991 المسوي ولد عام 1952 درس العلوم الإسلامية في العراق وأسهم في تأسيس حزب الله وأصبح في سنة 1985 مسؤول الشورى للحزب في الجنوب عرف بتسويته مع حركة أمل لمعالجة خلافات الماضي منذ أصوله افتتح مرحلة جديدة من مسيرة حزب الله وهي أنشاء المؤسسات الخدمتية إلى جانب مواصلة القتال ضد إسرائيل وبعد عام من تسلمه المنصب اختالته إسرائيل في عام 1992 بعد مشاركته في إحياء الذكرى السنوية لاختيال الشيخ راغب حرب بقصف جوي استهدف سيارته وقضى معائلته في جنوب لبنان كما كل المعارك السابقة نحن أهلها نحن رجالها نحن صناع انتصاراتها إن شاء الله بعد المسوي عام 1992 انتخب حسن نصر الله ثالث أمين عام للحزب وشغل المنصب لمدة 32 عاما تمتع نصر الله بكاريزما صنعت له شعبية كبيرة قتل نجله الأكبر في عام 1997 قبل أن يحتفل بتحرير الجنوب في عام 2000 شهد حزب الله في عهدها التحول في حقبتين أساسيتين أولهما الدخول إلى المجلس النيابي في انتخابات عام 1992 والأخرى مع اتخاذ قرار بدخول العمل الحكومي في عام 2005 نصر الله أشرف على تحول الحزب إلى قوة عسكرية ذات نفوذ إقليمي وصار أحد أبرز الشخصيات الشيعية والعربية وذلك بدعم من إيران